اهلا بحضراتكم مرة تانية في الريمونتادة ودلوقتي طبعا معادنا مع نجوم الريمونتادة هشام رشاد وطريق الشعبان منورين الدنيا كابتن عظم خصوصا كابتن طارق الف مبروك الليلة ليلة الحمد لله فوز النهاردة غالي طبعا يعني يا ربنا يكرمك ويكرم ميدو يكرم النادي الإسماعيلي انه يرجع يبقى النادي الإسماعيلي اللي احنا نعرفه يعني ولكن كان مكسب مهم طبعا طبعا والحمد لله مكسب مهم وفي وقت محتاجين فيه المكسب ان شاء الله هاي دي البداية بداية المكسب وبداية رجوع الإسماعيلي المكانه الطبيعي هو الإسماعيليش في موقف صعب وإحنا موقفنا في الجدول مش مصعب إحنا كسبنا ماتش النهاردة اتقدمنا في المركز نكسب ماتش تاني هلقين في سنة وطينا 3-4 مراكز فإحنا وضعنا مصعب في الجدول احنا اهم حاجة محتاجنا في الوقت ده ان الجمهور بتاع الإسماعيلي يكون عارف انه هو المحرك الاول للفريق هو ده اللي هيطلع الفريق المكان اللي هو فيه وجمهور المنتدى برضو يعني برضو اللي امتابع جديد او ما سمعش قبل كده طارق محل الأداء مع النادي الإسماعيلي مع الكابتين احمد حسان ماميد وبرضو اللي مش متابعنا فبرضو عشان بنبريكله بيقول احنا وكده برضو نبقى كلنا عارفين النطارق مع الجهاز كمحل الأداء في النادي الإسماعيلي كلام اللي بيقوله ده واتيأكل معك بيقولك خطوة خطوة ولا كلام محللين أداء يعني لا هو هو واثق في حاجة وهو أكتر واحد على دراية بالوضع من جوه خليبالك احنا على القشرة من بره احنا خايفين على الإسماعيلي اللي الإسماعيلي مش نادي ملك الإسماعيلي اللي هو بس بالنسبة للناس لما تخش جوه كل أهلاوي لا الأهلاوية يحبوا الإسماعيلي سيبك من التنشانة لكن النادي الجمهور الزمالك بيحبوا جمهور الأهلي بيحبوا الناس كلها بتحبوا فكل الناس اللي بتتمنى الخير للإسماعيلي لأن ده ترس مهم جدا وقطب زي الأهلي والزمالك فكل الناس أنا النهاردة بتفرج مش عشان ميله بس بتفرج لأنها فعلا بحب الإسماعيلي وفعلا كل فريق محترم زي المصري والاتحاد عندهم قاعدة جمهورية والإسماعيلي بني يتمنى أن الأندية دي وزي المنصورة نفسنا يرجع وزي الأندية الكبيرة والمينيا والأندية دي كلها ترجع طارق بيتكلم بحتة ممكن اللي يسمع كلام طارق يقولك إزاي وضعه مش مؤلع هو جوه وبيشوف تحسن معناوي وتحسن في لعيبة ولعيبة بتبتدي تتغير فهو عنده ثقة في حتة مش وصلانه بس أقولك على حاجة احنا من بره برده عشان احنا شايفين انه في تحسن لا أنا النهاردة أنا بتفرج أنا فرحان بفرقة لإسماعيلي النهاردة هي عندها حسن من كده بكتير بس أنا فرحان على التطور يا طارق ومشو النهاردة بس يعني فاعد نهاردة بس احنا بقلنا 3-4 مطشات عدل الأقل على الأقل 3-4 مطشات احنا الفرق الأحسن في الملعب بس كنت بشوف كنت بشوف الفترة اللي فاتت مثلا شوت وشوت ولكن النهاردة على مدار المباراة وفي نفس الوقت اللعيبة بعد ما دخل فيها جون وكان ناقص لسه ربع ساعة على المباراة اللعيبة ما خفتش ما تضغطتش سدقني اللعيبة 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 في الإسماعيلي اللعيبة في الإسماعيلي أبطال فعلا اللعيبة دي رجالة اللعيبة دي بتبقى موجودة في قط لبس أنا مش هادر أقولك يبقى موجودة فتلبس الناس بتنزل الملعة بشأن أجل تحارب فعلا أجل تحارب لخطر الإسماعيلي كل واحد يعرف إيمة التشارت اللي هو لبسه كل واحد يعرف إيمة شعور الإسماعيلي اللعي عليه كل واحد عرف إيمة المشجين اللعي تشجعها اللعيبة دي فعلا بيتموت نفسها في الملعة بشأن خطر الإسماعيلي ممكن الناس تقول أن اللعبة تتخازل أو اللعبة مش بتأدي بالشكل اللعبة لازم تأدي به ولكن لا ده كلام الصح نحن كان عندنا مشكلة في الفترة الأخيرة اللعبة كان فيه سوق توفيق شوية لما كنا بروح للتالة الأخير مش بنسجل جوال بالشكل اللي كان لازم نسجل به يعني في ماتش أسوان احنا خلقنا فورس كتير في الشرط التاني ولكن ما قادرناش ما قادرناش نترجمها الأهداف في ماتش المقاولين نفس الكلام في ماتش البنك الأهلي في ماتشات كتير كنا بنروح للتالة الأخير من المرعب ولكن كان عندنا سوق توفيق النهاردة شفنا الناس اشتغلت ازاي